اهلا وسهلا فيكم طلابنا 2007 العزاء الله يعطيكم العافية جماعة الخير ونورتوا التوجيه اهلا وسهلا فيكم ونورتوا البطاقة ونورتوا اليوتيوب الجماعة هاي الحصة الاولى للدرس الاول راح ان شاء الله تكون انطلاقتنا في مادة الرياضيات الادبي الان للي ما بعرفني يا جماعة انا استاذ فهد سلامة بشرح مادة الرياضيات للتوجيه الادبي على البطاقة وعلى اليوتيوب الان هاي الحصة الاولى راح تكون ان شاء الله نازلة على الجهتين الان للي بحب يكمل معايا جماعة على البطاقة هاي البطاقة اللي بتقدر انت توصيها طبعا بوصلك محي جماعة الخير ايش البكيج هدية هذا البكيج بتقدر يتوصيه من منصة اساس بوصلك يا جماعة الخير ايش فيه موجود فيه دوسية الوحدة الاولى اللي هسا راح اشرح عليها موجود فيه دوسية الوحدة الثانية والثالثة موجود فيه قلام هايلايتس ودفاتر يعني فيه امور ان شاء الله بتجنن تمام وهاي البطاقة برضه موجودة فيه اللي هي سعرها 35 دينار هاي البطاقة يجماعة فيها الشرح بالتفصيل تمام يعني شرح المادي من الاول درس لاخر درس بالاضافة لأوراق عمل وامتحنات ومتابعة مع الطالب وقروبات يعني يا جماعة الخير كأنك ماخذ استاذ خصوصي على البيت واكثر تمام وبتقدر ما فهمت سؤال معين تبعتلي والله يا استاذ انا هذا السؤال ما فهمته عادي تعيد لي اياه وبعدلكم اياه وان شاء الله زي ما قصرنا مع الهمة الاجيال السابقة ما رح نقصر معاكم تمام هستاذ اللي حاب انه خلص يأكد الحجز الان ابعتلي هاي رقم يا جماعة ابعتلي على هذا الرقم سفر سبا تسع سفر تسع اربع ثلاث اربع ثمانية تسع احكيييي الاستاذ انا بدي اجيب ميتين من ميتين بالرياضيات ويلك عيني الثنتين تمام الله يعطيكم الف عافية حبايبي الان طلابنا اليوتيوب طبعا اكيد ما رح نستغني عنكو يعني رح هانزل شروحات اكيد لكن زي ما حكينا الشرح الاكبر و المفصل رح يكون على البطاقة ان شاء الله لكن ما رح ننسى طلاب اليوتيوب من الشروحات تمام الله يعطيكم العافية يا حبايبي وعلى بركة الله خلينا نبدأ إن شاء الله نبدأ بداية جماعة الخير نكسر الدنيا فيها ما بدنا نفوت زي هيك متحمسين وطاقتنا تبلش هيك تنزل تنزل لا بدنا إن شاء الله نفوت هيك على رتم عالي ونحافظ عليه تمام هس إلا ما يمر أيام على الواحد تنزل طاقته شوي تطلع شوي لكن إن شاء الله بدنا نحاول تكون طاقتنا جماعة الخير قد ما نقدر منتساوية تمام بنفوت بهمة عالية وبنطلع بهمة عالية إن شاء الله إنطلاقت在 2007 يا جماعة الخير جيده لأبطال وإن شاء الله نكون تقدها يلا يا جماعة الخير نبدأ مع بعض بالوحدة الأولى طبعا كمان اللي بيحبي يفوت لجروباتい جماعة يبعت برضو عهذا الرقم أحكي لسد بدي يضيفني على الاجروبات يلا يا جماعة الخير نبدأ مع بعض في الدرس الأول من الوحدة الأولى طبعا الفصل الأول ثلاث وحد اقترانات قسية تفاضل تطبيقات تفاضل إحنا بالوحدة الأولى اقترانات قسية اول درس اسمه naqt iron شو قلته هذا iniquit iron الاقتران الاسي بكل بساطه بسيطة بسيط سيطة bsx ا奶al would come is bacon بسيطة bsx จغل عدد S X مثلا اعطيك مثال عدد 2Ss قلته هناك اقتران اسي هذا الاقتريان الاسي الاسيك العادي حكينا ممكن يجي معاه مثلا كمان عدد يعني مثلا زي هيك 2 أس إكس مضروب مثلا في 3 فبالرموز بكتبها A فبتصير مع بعض زي هيك F الأكس تساوي A B أس إكس هذا هو الاقتران الأسي تمام الأي هي ممكن تكون 1 2 3 سالب 1 سالب 2 أي عدد لكن ما عدا مين يا جماعة الخير ما عدا الصفر يعني هاي الأي ممنوع إنها تكون صفر يعني ممكن تكون 1 سالب 1 8 سالب مليون ما عندي مشكلة لكن إنها تكون صفر لا ما بزبط تمام طيب هاي البيل العدد اللي موجود في النص شو صفته هاد هذا العدد يا جماعة الخير دائما أكبر من صفر دائما دائما أكبر من صفر شو يعني أكبر من صفر يعني ممنوع يجي معك سالب ممنوع يجي يا جماعة الخير عدد سالب يعني دائما عدد موجب طيب ممكن يجي واحد يا أستاذي لا مش ممكن يجي واحد ممنوع يكون لا سالب ولا واحد طيب شو بيجي مثلا بيجي ثنين بيجي واحد على ثنين بيجي مثلا واحد على ثمانية ستة على أربعة موجود عندي أي عدد بالدكية لكن ما عدا الواحد وما عدا إيش عدد سالب إذن لحد هسا أنا ستر تعرف الشكل الاقتران الأسي يعرفت كمان يا أستاذ إنه ممنوع تكون البي واحد وممنوع تكون سالبة حلو وعرفت الاي هاي اللي وراء العدد اللي وراء ممنوع يكون صفر يعني عليك لحد الآن إن شاء الله إن الأمور تمام يلا نكمل هسا مع بعض السؤال الموجود طلع شو بيحكي لك عشان نتعرف عليه أكثر يعني أي الاقترانات الآتية هو اقتران أسي يعني بدي أشوف هسا كل الاقتران أقول لك هذا أسي ولا مش أسي يلا تعالوا نشوف مع بعض الاقتران الأول هذا الاقتراني جماعة الخير بكل بساطة ليس اقتران أسي ليش يا أستاذ طلع عندك الاكس موجودة في الأساس تحت هذا الأساس واللي فوق الأس تمام إحنا حكينا الاقتران الأسي بيكون عدد أس إكس تمام عدد أس إكس هون عندي أس عدد إذن هذا ليس اقتران أسي يلا نشوف هذا الاقتران ثنين وثلاث أس إكس هاي الاثنين اللي هي ايه هاي الثلاث اللي هي بي وأس إكس حقق الشروط هاي الاي هي مش صفر والبي هي عدد أكبر من صفر ومش واحد إذن هذا متحقق الشروط إذن هذا اقتران أسي لنشوف هذا الاقتران طلع عندك هاي واحدة لسبعة اللي هي الايه وعندي هاي الست اللي هي عبارة عن البي تمام ومورهم تمام وعندي اكس وعندي زائد أربعة هذا برضو يا جماعة الخير اقتران أسي طب أستاذ عادي الاكس تكون سالب؟ لكن البي ممنوع انها تكون سالب أحسنت يا أستاذ يلا نشوف اللي بعديها عندي الايه سالب عادي اتفقنا الايه ممكن تكون سالب لكن البي مش ممكن تكون سالب طلع البي كسر واحد على اثنين إذن هاي جماعة الخير كمان اقتران أسي ممتاز يلا نكمل عندي اف الاكس تساوي أربعة سالب اثنين أس اكس زائد واحد طلعوا طلعوا شو جايبين مكان البي عدد سالب إذن ها اكيد مش اقتران أسي تمام؟ ممنوع اللي تحت الاكس يكون عدد سالب البي حكينا دائما عدد موجب وممنوع تساوي واحد انت معطيني اياها سالب لا يا حبيب هاي مش اقتران أسي تمام؟ ممتاز يلا طلع شو جيب لي البي قبل شوي حكينا البي ممنوع تكون واحد بتروح تجيب لي اياها واحد فهاي اكيد مش اقتران اسي ممتاز ممتاز يا ايها الجماعة طيب هسا الافكار اللي في الدارس انا مقسمها زي هيك طلعوا هذا البوكس معنات ان الافكار هاي اللي موجودة معنا في الدارس حلو اول فكرة زي ما انتو شايفين اللي هي التعويض المباشر بدي اعوض رقا في الاقتران الاسي طبعا يا جماعة الخير الامتحان الوزاري تبع الصفوف شو اسمهم الاجيال السابقة 2006 و2005 لو تمسكوا امتحانهم رح تلاقوا انه اول سؤال عوض ضعويض مباشر يعني الطالب المحترم اللي ما حضر حصة الالة الحاسبة ضروري يرجع يحضر حصة الالة الحاسبة نزلتها على قناتي في اليوتيوب وقبل قبل فترة يعني مش من زمان نزلتها حلو فارجع احضرها عشان تعرف كيف هاس رح نعوض تمام يلا هاس انا بدي احل المسائل كلياتها باستعمال ايش الالة الحاسبة تعالوا نشوف كيف اف الاكس تساوي اربعة اوس اكس لما اكس تساوي ثلاث طيب بدي احلنا هذا السؤال يعني بدي اعوض الثلاث مكان الاكس يعني رح اكتبها زي هيك اربعة اوس ثلاث طيب في الالة الحاسبة طبعا للي حضر الحصة هذا انا بحكي اللي مش حاضر الحصة يروح يحضرها زي المحترم يلا هاي عندي هنا اربعة دحط رمز الاوس وثلاث شو بتطلع اربعة وستين ممتاز احسنت يا الاستاذ يلا اللي بعديها اف الاكس تساوي واحد على خمسة اوس اكس لما الاكس تساوي سالب ثنين بدي اعوض سالب ثنين مكان الاكس يلا بفتح في الالة الحاسبة بفتح قوس طبعا بحكي واحد تقسيم خمسة وبحط رمز الاوس هيك وبحط العدد اللي هو سالب اثنين يلا نشوف شو رح تطلع يا استاذي هاي قوس واحد تقسيم خمسة سكر القوس اوس سالب اثنين ويساوي خمسة وعشرين والله يا استاذ انت شكلك شاطر اه يا اخوان انا سفاح مش طبيعي طيب يلا نشوف السالب اللي بعدي عندي اكس تساوي اربعة بدي اعوض الاربعة يا جماعة الخير مكان الاكس يلا يا استاذ عندك ثلاث اوس اربعة بكتب ثلاث اوس اربعة تطلع واحد وثمانين طبعا انت مع كثرة الحل يا جماعة الخير رح تصير خلص لحالك تحفظ الاجوبة اثنين اوس اربعة ستعاش ثلاث اوس اربعة واحد وثمانين فلحالك تصير شاطر لما تظلك تحل اما تقعد صافن فيه زي هيك تقول بتحضر في مسلسل ولا قاعد بتوكل في بشار ولا بسندوشة فلافل لا يا جماعة الخير انا هون مش مسلسل انا هون مش برنامج ولا اشي هون جماعة الخير دراسة يعني بدك تصير تمسك المسائل وتحل بعد ما انا حل يعني كل هذا الحل اللي انا بحله بما انك انت طالب هزا سلة محترم وسلة توجيهي لا لازم تصير تمسك دفتر تشتري كتاب دفتر سلتي كبير تشتري ورق اي فور المهم داك تبلش تحل معاي بس بتشتري كيك تطلع علي تمام الرياضيات اذا ما بتحل بايدك بتروح عليك تمام الله يسعدكم يلا نشوف هذا السؤال عندي واحد على ثلاث اس اكس بدي اعوض السالب واحد مكانها يلا ولا اسهل منها قوس واحد تقسيم ثلاث سكر القوس اس سالب واحد الجواب ثلاث ممتاز يلا هاي بدي اعوض الخمسة بالعشرة اللي هي نصف مكان الاكس نفس القصة قوس تسعة واربعين سكر القوس اس سفر بوينت خمسة الجواب سبعة الجواب ايش يا جماعة الخير سبعة نشوف هذا السؤال لنعوض سالب نص مكان الاكس يلا نفتح قوس واحد تقسيم مئة واربع واربعين سكر القوس اس سالب صفر بوينت خمسة الجواب اتناش وبهيك يا جماعة الخير بتكون انتهت الفكرة الاولى اللي هي بتحكي عن التعويض المباشر يعني بكل بساطة انا بعطيك اقتران بقول لك اعوض قيمة اكس بتمسك الآلة الحاسبة وبتحلها ولا اسهل منها قد يا جماعة قد يلا ننطلق للفكرة الثانية هايها التنفيل البياني هاي الفكرة جماعة الخير بدنا نعرف كيف نرسم الاقتران الاسي بيانيا يعني فيه ليله رسمة بدنا نعرف كيف نرسمها هسه ما عمره جاب في الوزارة ارسم لي اقتران بياني تمام بس احتياطا لانها موجودة كمان في المادة ورح نحل عليها مسائل فلازم نخذها تمام الاقتران الاسي دائمنا جماعة الخير اي مسألة في المادة موجودة عندك سواء صغيرة ولا كبيرة بدك تحلها لانه مش بعيد الوزارة تجيب زيها تمام ممكن ما جابوها للي قبل بس ممكن على وقتك ايش يجيبوا هذا السؤال فان شاء الله للي بيسجن معي رح يشوف جماعة الخير ان كل الاسئلة ان شاء الله بنحلها مهرات تفكير عليا اسئلة كتاب التمرين يعني كل الاسئلة ان شاء الله رح تلاقوها موجودة تمام طيب الان عندي اول شي رسمة الاقتران الاسي هناك رسمة الاقتران المتناقص ورسمة الاقتران المتزايد طلع هاي كيف هيدا الاقتران المتناقص هاي نازل نزول زي هيك مثلا طلعوا هاي محور الاكس وهي محور الاي بيتكون الرسمة زي هيك نقوم بتقديمها نازل نزول هذا الاقتران المتناقص كيف يكون شكل الاقتران المتزايد؟ طلعوا كيف يا جماعة هذا مثلا محور X و Y الاقتران المتزايد طالع طلوع هذا هو الاقتران المتزايد هذه هي رسمة الاقتران الأسي محور X و Y والاقتران المتزايد لفوق ومن الإقتران المتناقص لت patient طبعاً ما أبطلعت رفه من الشمال لليمين من الشمال لليمين طالع الى فوق هون من الشمال اليمين نازل نزول اذا المط overlapping ممتاز ممتاز يا الاستاذ كيف هون quello يشتلك كيف يمكن اميز اذا الإقتران كان متزايد ام متناقص كف يمكن اعرف إن الإقتران المتناقص متزايد ام التناقص ركز معي مش احنا حكينا بدي اياك اول شي سيبك من كل هذا اللي انا كاتب لك يا المخطط بعطيك طريقة اسرع طلع مش هون انا كاتب لك انه Fx تساوي A ضرب Bx تمام هسه طلع بدي اكتب لك انا امثلة وانت بدك تصير تحكم معي 2 ضرب 3 x بعدين 6 1 4 x بعدين 8 2 x Fx 4 1 3 حسنا كيف بده يصير احدد من المتزايد ومن المتناقص مش حكينا الاولى هي A والثانية هي B طيب طلع عندي هون الـ A هنا موجب يعني متحقق الشرط إذا موجب يعني الشرط متحقق طيب الـ B إذا أكبر من واحد لأن الـ B إلها شرطين طلعوا كيف؟ إلها حالتين يعني إذا كانت أكبر من واحد يعني شمالها متزايد يعني متحقق أما إذا كانت الـ B أصغر من واحد وأكبر من صفر يعني بين الصفر والواحد بحكي عنها مش متحقق طيب كيف يعني مثلا الـ B أكبر من واحد؟ أي عدد أكبر من واحد؟ أربعة ستة ثمين هذالك كلياتهم بحكي عنها متزايد متحقق طب شو يعني بين الصفر والواحد مثلا نص النص بين الصفر والواحد مثلا ربع بين الصفر والواحد ثمين على أربعة ثمين على ستة خمسة على مثلا تسعة زي هيك هاي الكسور دايما جمعت الخير يعني تسعين بالمية بتكون ايش اللامسيس ابن محمد متناقص تمام طيب إذن الشرط الأول جمعت الخير اللي هو على الاي الاي موجب ممتاز طب الشرط اللي على البي هل هاي البي أكبر من واحد اه هاي ثلاث أكبر من واحد يعني الشرطين متحققات إذن شو الاقتران الاقتران متزايد لازم الشرطين يتحققوا عشان نحكي عنه متزايد طيب نشوف هاي جماعة قيمة الاي هل هي موجب اه طيب قيمة البي هل هي كسر او هل هي أكبر من واحد هاي جماعة الخير كسر الكسر يعني بين الصفر والواحد إذن شو حكينا مش متحقق أيوا يعني في وحدة فيهم متحققة ووحدة مش متحققة لما يكون متحقق ومش متحقق شو بسميه متناقص أيوا استفهمت عليك يا استاذ يعني إذا إجت وحدة متحققة ووحدة مش متحققة يعني هاد متناقص يس أحسنت طيب نشوف هاي مثلا عندي الاي الا لي هي أول وحدة حكينا لازم تكون موجب هنا الاي سالب طيب شو بحكي عنها مش متحقق نشوف البي هله هي أكبر من واحد اه للاثنين أكبر ما إذا هاي متحقق وهاي مش متحقق حكينا اذا الاقتران متناقص لما تكون واحدة متحقق و واحدة لا اذا متناقص طب نشوف هاي هاي الا سالب والبي كسر يعني مش متحقق طب طلعوا الفنتين مش متحققات بما انه الفنتين مش متحققات معناته الاقتران يا جماعة الخير متزايد اذا مرة ثانية لنلخصهم اذا الفنتين زي بعض متحققات يعني متزايد اذا الفنتين مختلفات يعني زي مش متحققات برضو الاقتران متزايد تمام اذا واحدة فيهم متحققة و واحدة لا متناقص الاولى مش متحققة الثانية متحققة شو بحكي عن الاقتران متناقص عرفنا كيف نتعامل معه هاي نعرفنا هس بنا نشوف عليه مسائل يلا تعالوا نشوف يا جماعة الخير عليهم الاسئلة يلا هذا السؤال السؤال بيحكي لك اذا كان فانا اف الاكس يساوي اثنين اس اكس فجد ما يلي بدرياني امثل الاقتران بيانيا واحسب له المقطعين واطلع له الاقتران اذا متزايد ولا متناقص وبدي اشوف الاقتران هل هو واحد لا واحد ولا لا وطالب مني احسب له المجال والمدى كل هذا الحكي جماعة الخير بقدر اطلع من خلال الرسمة تمام يلا تعالوا نشوف هاي الاقتران اثنين اس اكس طلع شو بدي اعمل مش انا عندي هيك الاقتران ف الاكس تساوي اثنين اس اكس تمام هس بدي يكت اعمل بوكس اش بدي يكت اعمل زي هيك بوكس في هذا البوكس بدي يكت تحط قيم الاكس وقيم واي تمام قيم الاكس وقيم الاي قيم الاكس وقيم الاي يعني سالب اثنين سالب واحد صفر واحد اثنين هذول انا بكتبهم من عندي دايما بكتب بوكس بحط فيه قيم الاكس من سالب اثنين سالب واحد صفر واحد اثنين بس هذول طيب هسه قيم الواي اللي هي الجواب اللي رح يطلع معك من التعويض ش كيف يعني؟ يعني مش هذا الاقتران في الاكس بدي اصير اعوض السالب اثنين فوق وبدي اعوض السالب واحد وبدي اعوض الصفر وبدي اعوض الواحد وبدي اعوض الفنين كلياتهم لازم اعوضهم مكان الاكس تمام؟ عشان اعرف شو corridor يطلع معي تحت يعني التحت انا ما بكون بعرفكو انا ما بارف HE uh, واللزي مانطخة السالب اكس一 uno forty two s اكس بدي اعوض سالب اثنين سأكتب 2 أس سالب 2 سأعطيك على شكل رقم عشري سأعطيك 1 على 4 السالب 1 عوضها ستصبح معك 1 على 2 عوض الصفر أي عدد الصفر كم يا جماعة؟ 1 عوض الواحد 2 أس 1 2 2 أس 2 2 أس 2 عوضت قيم X وعندي الاقتران Fx يساوي 2 عوضت قيم X كلهم وطلعوا معي هاي الأرقام موجودين طيب جبت البوكس يا أستار بعد ما جبت البوكس بدي أرسم الاقتران بدي أرسم يا جماعة الخير الاقتران تعال نرسم الاقتران هاي هون 2 هون 1 طلع علي الاقتران عندك هاي القيم الموجودة تمام؟ بما انه بما انه عوضنا فشو بدي اياك تعمل؟ طلع هاي الاقتران الأسي هاي حطها بقوس 2 أس X هاي هون كيف بعتبرها A اذا مش موجودة A بعتبرها موجب واحد اللي هو العدد الملزق في B تمام؟ طيب هاي ال B ال B شمال هاي جماعة الخير أكبر من واحد هاي الثنين الاثنين أكبر من واحد اذا الشرط هاد متحقق وال A موجبة يعني متحقق لما يكونوا زي بعض متحقق و متحقق ايش الاقتران حكينا بيكون الاقتران متزايد احسنت يا أستاذي اذا هذا الاقتران متزايد فرح ابلش من اليسار لليمين و اعمل زي هيك هاي هيك انا رسمة الاقتران المتزايد اللي هو F X بساوي 2 أس X هاي هي رسمة الاقتران متزايد اذا لاحظت النقطة اللي قطع فيها هايها اللي هي على على محور ال Y واحد وعلى محور ال X صفر صفر و واحد ممتز هاي من هيك رسمت انا ايش يا جماعة الخير الاقتران طيب هسا نشوف شو طلب مني طلب مني يا جماعة الخير احسب له المجال وطلب مني احسب له المدى واحسب له خط التقارب هذولو كلياتهم هسا بدنا نحلهم تعالوا نشوف كيف بدنا نحلهم خلينا نساح هذول كل هذول يا جماعة الخير انت في الامتحان لازم نطلحهم يلا تعالوا نشوف اول اشي بدي احسبه المجال حسن لانه احنا في درس الاقترانات الاسية بدي اياك نتذكر هاي المعلومة طول ما احنا في الوحدة هاي مجال الاقتران الاسي هو R يعني مجموعة الاعداد الحقيقية السالبة والموجبة كلياتهم يعني المجال من سالب مالة نهاية الى المالة نهاية اللي هي نفسها يا جماعة الخير R تمام؟ هذا المجال لأي اقتران اسي مش بس هاد كل اقترانة الاسية هيك طيب المدى المدى يا جماعة الخير بحكي بما انه هذا عندي زي هيك لفوق كلياتهم بحكي بلش من الصفر وخلص عندي المالة نهاية اذا المدى من صفر للمالة نهاية هين عرفت المجال وعرفت المدى طيب بدي خط التقارب خط التقارب الافقي ايش هو خط التقارب الافقي اللي هو قصده هاد محور الاكس تمام؟ خط التقارب الافقي اللي هو دائما محور الاكس اللي معدلته Y يساوي صفر هذا بدي احضوا خط التقارب محور اكس اللي هو معدلته Y يساوي صفر تمام؟ طيب شو حكي كمان بديه اه بديه الاقتران متزايد ولا متناقص شو حكينا احنا يا جماعة الخير متزايد ليش؟ لانه عندي الا موجب والبي اكبر من واحد اذا هذا الاقتران متزايد وهيك بكون حليت له هاد السؤال وطبعا دائما بيكون الاقتران واحد لواحد ممتاز تعالوا نشوف كمان سؤال يلا طلب مني كل هاي المعلومات نفس السؤال اللي قبل حكينا اول اشي بدنا نعمله ايش هو؟ طبعا هاي الاقتران ف الاكس يساوي واحد على ثلاثة اكس اول اشي دك تعمل تحط لي البوكس هاي اللي هو فيه قيم الاكس وال واي حكينا من سالب اثنين سالب واحد صفر واحد ثنين ممتاز هاس ادعوض القيم� مكان الاكس يلا عوض سالب though فلاذ اللي نحاسيح على السالب تقيك 9 عوض السالب واحد راح تعطيك ثلاث عوض السفر اللي هي واحد على ثلاث السفر شو بتعطيك واحد عوضs الا one راح تق revenge وومي الاثنين راح تعطيك واحد على تسعة كلهم يا جماعة الخير التعويد فلاذ اللي نحاسيح جمع Aaron هسه بدي ارسم. يلا هاي الرسمة. هاي محور الاكس وهي محور الواي. حلو. شو اللي اقتران يا استاذ متزايد ولا متناقص? كيف بدي اعرف? حكيانا الاي هيها. الاي مش كاتبينها. معناته الاي هي موجب واحد. يعني الشرط تبع الاي انها موجب هاي متحقق. يعني عليك. طب نشوف الشرط تبع البي. هل متحقق ولا لا? هل البي اكبر من واحد ولا اصغر من واحد يعني كسر? هون كسر يعني اصغر من واحد. ايوة. بما انها اصغر اصغر من واحد يعني مش متحققة هاي. هاي البي مش متحققة. طيب بما انها واحدة متحققة واحدة مش متحققة. اذا الاقتران يا جماعة الخير شو صفة معك? متناقص. فبتيجي هون زي الشاطر بتحكي لي يا استاذي هيك الاقتران. متناقص. وبقطع دائما عند الواحد. وبتكون النقطة صفر وواحد. يلا. تعالوا هسه نشوف لي طلبهم. المجال زي ما حكينا دائما اللي هو آر. من سالب ما لنهاية للمالة نهاية. المدى. 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 هاي جماعة الخير. حكينا برضو من صفر للمالة نهاية. هاي المدى. من صفر للمالة نهاية. طيب. بدي اشوف خط التقارب. خط التقارب اللي هو محور اكس. معدلته. واي تساوي صفر. هذا دائما يا استاذي. اه دائما. في الاسئلة اللي زي هيك. تمام. اللي فيها عدد واحد. بتكون دائما خط التقارب اللي هو محور الاكس. واي تساوي صفر. طيب بطلب مني يا سيد العزيز مثلا هاي. الاقتران متزايد ولا متناقص. حكينا الاقتران متناقص. فهاي بتعدلوها مش متزايد. بتحطوا عليها. متناقص. تمام. واخر اشي بحكي له الاقتران واحد لواحد. وهي الرسمة فعلا زي ما حلناها. تمام. وطبعا هون انا كاتب لك في الدوسية سؤال اختبر نفسك. يلا. معطيك هون هاي الاقتران. اف الاكس تساوي واحد على اثنين اس اكس. وطالب منك هاي المعلومات. بدك تطلع لأول شي البوكس. وترسم الرسمة. وتعطيني المعلومات. المجال والمدى والقصص هاي كلياتها. تمام يا جماعة الخير. تمام. اذا هيك. قبل ما نفوت في الفكرة اللي بعديها. حاب انه صراحة اتوقف في هذا الجزء. انا حصصي بالعادة بتكون من نص ساعة لخمس وثلاثين دقيقة زي هيك. يعني حصص سلسة وسهلة وان شاء الله موجود فيها كل الشرح وكل الافكار. اذا هيك احنا بنكون. خلصنا الفكرة الاولى اللي هي الاقتران الاسي. والفكرة الثانية اللي هي الرسم البياني. وعرفنا بشكل عام. هذا الدرس عن ايش بيحكي. وهيك نقدر نحكي ان ان شاء الله اخذنا خطوة قدام في التوجيه. عرفنا عن مين الاسداد راح ناخذ عنده. وزي ما حكت لكم. للي بحب يطلب البكيج البطاقة. كمان مرة هي رقمي. 079-09-43489. فبتمنى لكم تجيبوا المواد. يعني كل اشي ناقص عليكم تجيبوه. الامتحان. لا عفوا مش الامتحان. الكتاب تبعكم راح تلاقوه ان شاء الله في اول تعليق موجود ومثبت. للي بحب يسحبوا من المكتبة ويبلش معنا ان شاء الله في المادة. فهيك ان شاء الله بنكون اعطناكم نظرة عامة عن المادة. فوتنا في الدرس الاول. حكينا هناك ودردشنا. وحلينا كمان مسائل. فان شاء الله بالحصة القادمة. راح نشوف كمان مرة الافكار اللي اخذناها. والافكار الجديدة اللي راح نخذها. فبنتوقف معكم لهون يا جماعة. بنشوفكم بالحصص القادمة. والله يعطيكم الفعافية. اشتركوا في القناة